طيب بصراحة كده يعني في الحقيقة يعني شهادة أي حد من الموجودين في قناة النادي الأهلي بخصوص مجلس الإدارة النادي هتبقى مجروحة شهادة مجروحة يعني ممكن وانا بقول او بشيد بالناس في مجلس الإدارة يقولك يا عم انت طبيعي انت تقول كده اصلا انت بتشتغل في قناة النادي الأهلي لكن في نفس الوقت يعني الواحد تتربى وتعود يعني ابو يا ام ربوني على اني اقول اللي انا شايفه اقول الحقيقة اللي انا شايفه في الآخر الحكم بيبقى للناس في الآخر التقيم بيبقى للناس بالتحديد when i将 the audience التقيم بيبقى للجمهور الجمهور الاهلاوي الكبير والعظيم اللي متوجد في كل حتة في العالم والأعضاء النادي الأهلي الأعضاء الجماعي العمومية اللي احنا بنشوفه في النادي الأهلي ده شيء جيد جدا واللي عشناه مبارح واللحظات كانت سعيدة جدا مبارح من خلال مؤتمر صحفي كبير ومهم ومفيد بالنسبة للنادي الأهلي وأعضاؤه وجماهيره ومؤتمر كان موجود فيه كمان في استاد مختار التتش ده بيعكس مدى أهمية هذا المؤتمر ومدى أهمية هذا الحدث إحنا كتير بنفرح بالصفقات اللي بتبقى في الفريق الأول لكورت القدم مثلا يعني يقولك الأهلي جاب صفقة مهمة أوي جاب لعيب مهمة أوي لكن دي برضو صفقات غاية في الأهمية صفقات استثمارية وإدارية في صالح النادي مهمة جدا لازم نشيط بيها كل الإشادة ما ينفعش إن إحنا نعديها كده حتى لو الشهادة بتاعتنا مجروحة في حق أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي اللي عاملين مجهود أكثر من رأى وبينفذوا برنامج عائلة الأهلي اللي وعدوا به وبرضو دي جزئية مهمة لأن في بعض الفترات أو بعض الجماعيات العمومية في مختلف الأندية في اتحادات في أي حتة دايما بتلاقي الناس بتترشح تقولك إيه أنا عامل برنامج انتخابي وإن شاء الله برنامج ده هنفذه ونيجي من لقي البرنامج ده بتنفس منه حاجة لكن يكون إن نتلاقي من نادي الأهلي نفذ أو المجلس إدارة الحالي نفذ حوالي 85% من وعوده من برنامج عائلة النادي الأهلي فده في حد ذاته نجاح 85% إيه؟ في سنتين بس من ساعة ما تولوا المسئولية هذه المسئولية الكبيرة في الحقيقة يعني الصعبة واللي بيبقى فيها ضغوطتك يعني بص إذا ما أنت عايز تقول برحتك لكن الناس بينجحوا الناس عاملين شغل كويس بحب وتكاتف ما بين كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والإدارة التنفيذية الناس كلها بتشتغل في صالح النادي فلازم نشيط بيهم كل الإشادة انبرح مؤتمر صحفي مهم جدا من خلاله أعلن الكابتل محمود الخطيب عن وحدة الأهلي الاقتصادية في يوم تاريخي بالتعاون مع شركة استادات هذه الشركة الوطنية التي تساهم في تطوير الرياضة المصرية في مجالات مختلفة وعديدة ولازم نشكرهم ونحيهم كل التحية طبعا على المجهود الكبير وحرصهم الدائم في التعاون مع مجلس إدارة النادي الأهلي وفي مصلحة النادي الأهلي ده شيء مميز الأستاذ محمد كامل رئيس هذه الشرك وطبعا في حضور طبعا كل عضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتل محمود الخطيب المشروعات بقى عبارة عن إيه مشروعات كلها استثمارية ومهمة جدا وتسعد كل جمهور النادي الأهلي حضراتكم طبعا أكيد تابعتوا المؤتمر مؤتمر كان تنظيم مفيش أحسن مكان التنظيم دايما في النادي الأهلي يا جماعة غير دايما بيبقى مختلف دي حقيقة بتشوفها كده ومش محتاجة أن أنت تحاول تتحيز يعني لا ايه المنظر ده ايه المنظر الجميل ده الأعضاء كلهم أعضاء مجلس إدارة كلهم موجودين السادة الصحافين والإعلامين حضروا كل بعض اللجان اللي في النادي لجنة قانونية لجنة تسوقية يعني حاجة جيدة جدا بخلاف طبعا مسؤولي شركة استادات يعني على رأسهم أستاذ محمد كامل فبالتالي المشروع الأول بيقول ايه بعد توقيع طبعا مذكرة التفاهم مع شركة استادات القابضة لإدارة وحدة الأهلي الاقتصادية والجميل كمان يقول لك ايه الرؤية لعشرين خمسة واربعين يعني الناس اللي موجودة دلوقتي في مجلس إدارة النادي الأهلي بيخططوا ايه لخمسة وعشرين سنة قدام خمسة وعشرين سنة قدام يعني هما مش حيبوا موجودين مش حيبوا يعني ربان ديهم طبعا نساحة طورة العمر يعني قصدي مش حيبوا موجودين في مقاعدهم في مجلس إدارة النادي الأهلي لا هما بيخططوا في صالح النادي أنا موجود مش موجود مش مهم المهم بالنسبة لي النادي ده اللي فضل علي ألاقيه في أحسن صور وأحسن وضع في جميع كل الجوانب الرياضية الإنشائية الإدارية كل حاجة فقال لك المسروع الأول إن استاد السلام بقى خلاص اسمه استاد النادي الأهلي من النهاردة يا جماعة من النهاردة ما نقولش استاد السلام دي خلاص تاني هو استاد النادي الأهلي في السلام استاد النادي الأهلي في مدينة السلام وده وده خطوة مهمة جدا بموجب حق انتفاع لمدة 25 سنة طب حد هنا يجي يقول لي إيه وبعض المبارح بصراحة تكلم في الموضوع ده قال لك يعني كده خلاص حلم استاد النادي الأهلي مت لا طبعا الخطوة دي لحد بإذن الله تعالى لما يتحقق الحلم أول ما يتحقق الحلم إن إحنا يكون عندنا استاد بتاعنا بتاع النادي الأهلي باسم النادي الأهلي خلاص الموضوع ده خلاص إنسى استاد ساعتها استاد الاهلي بالسلام حيب عندك استاد خاص بيك لسه ما كان بقى مش عارفين وكان من ده لكن التجهيزات كلها بتحصل التجهيزات كلها ماشي ما تقلقش خالص لكن دي خطوة أيضا مهمة بالنسبة للنادي الأهلي وفريق الأول لكرة القدم بالتحديد ما هو خلاص عارف ملعبه إيه بالإضافة طبعا الملعبين الفرعيين اللي حيتم إنشاءهم وكلام من ده وحيبقى خاص بالأكاديميات وكتاع النشئين كلها أمور مهمة جدا في الحياة ده المشروع الأول المشروع التاني قال لك النادي الأهلي يحصل على حقوق نادي طيبة بالأكسر خلي بالك من النقطة دي يعني النادي الأهلي مش بيفكر بس إن أنا حتى التفكير وصل لحد مثلا فرع التجمع الخامس وكده كده خلاص طبعا مبارح برضو عارفنا إنه حيبقى فيه البنية التحتية خلاص حيشتغلوا فيها فرع التجمع الخامس دي خطوة مهمة جدا لكن دايما بتفكر في المحافظات في الصعيد بالأكسر بالأكسر فبالتالي ده شيء مهم هناك يقول لك إيه نادي طيبة ده حيبقى خلاص اسمه النادي الأهلي فرع للنادي الأهلي ومقر النادي الأهلي بالأكسر عشان تحاول توصل لأكبر كم ممكن من جماهيرك في كل حتة وجمهور النادي الأهلي موجود في مصر كلها وحق انتفاع طبعا لهذا النادي لمدة 25 عام فأيضا ده مشروع وصفقة غاية في الأهمية الحاجة الثالثة يقول لك إيه يحصل النادي الأهلي أيضا على مجمع حمامات السباحة التابع للتربية والتعليم حق انتفاع لمدة 25 سنة عشان تحاول توفر أكبر كم ممكن لأبنائنا من النادي الأهلي تدريبات تكون مناسبة لهم أماكن ما يكونش فيها زحام كبير خصوصا تدريبات السباحة في الحقيقة في النادي الأهلي ده ما يبقى فيها زحمة ويعني الأمور دي بتبقى طبيعية لأن النادي الأهلي بيبقى نادي كبير ويبقى عندك عدد كبير من الأعضاء اللي عايزين تمرنوا وكلام من ده فيبقى ده أيضا في الحقيقة خطوة غاية في الأهمية انت خلص كنت مجمع حمامات السباحة التابعة للتربية والتعليم بقى إيه؟ باسم النادي الأهلي رابع حاجة وده برضو شيء مهم لأن دايما قناة النادي الأهلي هي منفذ الهام جدا لجمهوره اللي دايما بيحاول يشوفها اللحاء دايما بيحاول يشوفها جمهور النادي الأهلي ويحاول يتبعها ويعرف كل جديد يخص نادي من خلال شاشة قناة النادي الأهلي فقال لك إيه؟ اسناد إدارة قناة الأهلي اللي شركة استادات على أن تكون بتطوير برامجها ومحتوها واستوديوهاتها والوصول بها للمستوى الذي يليق بالأهلي ويلبي رقبة جماهيره بالإضافة إلى حصول شركة استادات على الحقوق التسوقية لأصوار النادي شيء أكثر من رائع اتجاهات عدة بيشتغل فيها مجلس إدارة النادي الأهلي مراسم التوقيع طبعا جات من خلال مذكرة التفاهم خلال مؤتمر الصحفي الذي جرى بالنادي مساء الأمس وبالتحديد في ملعب التتش ليعكس قيمة الحدث والنقلة الخدمية والرياضية والمالية للنادي وحضر طبعا توقيع ده عن شركة استادات القابضة أستاذ محمد كامر رئيس تنفيذ الشركة والعديد من قيادات الشركة التي تعود واحدة من أكبر الشركات الوطنية ده شيء غاية في الأهمية وكان لازم نبتدي بحلقة اليوم أيضا مهم جدا وبخصوص هذا الجانب